اشتركوا في القناة جديد تسجيل اول لدروسي او حصصي حصص في السيرة النبوية الشريفة هذه الحصص كنت قد قدمتها في احدى الاماكن وقد بلغت عدد لا بأس به فارتأيت ان انفع بها اخواني في هذه التسجيلات ومع الدرس الاول باذن الله السيرة النبوية احداث وقفات وعبر احداث لانني سوف اذكر بعض التفاصيل في سيرته صلى الله عليه وسلم وسنقف عند بعض الاحداث وسوف نستخلص منها الدروس والعبر اليوم ان شاء الله سوف نتكلم عن تعريف السيرة النبوية ثم مصادر السيرة النبوية وفائدة دراستها والمراجع والمنهجية المتبعة في هذه الحلقات اذا تعريف السيرة النبوية السيرة لغة في اللغة العربية تعني السنة والطريقة لما نقول السيرة اذا نقصد بها السنة والطريقة والحالة التي يكون عليها الانسان وغيره نقال يقال فلان له سيرة حسنة اي حاله بين الناس حسنة وطريقة تصرفه حسنة قال الله تعالى سنعيدها سيرتها الاولى اي عصى موسى عليه الصلاة والسلام سنعيدها سيرتها الاولى اي الحالة التي كانت عليها هذا في الاصطلاح اللغوي اما السيرة اصطلاحا يعني في التعريف السيرة النبوية او سيرة عموما السيرة اصطلاحا تعني قصة الحياة وتاريخها قصة حياة اي انسان نقول سيرة العالم الفلاني او المؤرخ الفلاني او الدكتور الفلاني او الفيلسوف الفلاني او الشخص الفلاني او القائد الفلاني بمعنى تاريخ حياة هذا الانسان اما السيرة النبوية وكتبها طبعا تسمى كتب السير يقال قرأت سيرة العالم الفلان والسيرة النبوية تعني مجموع أي كل ما ورد إلينا كل ما وصلنا من وقائح حياة النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته الخلقية والخلقية صفاته الخلقية أي أخلاقه صلى الله عليه وسلم والخلقية أي كيف كان وجهه صلى الله عليه وسلم كيف كانت صفاته أو كيف كان جسمه صلى الله عليه وسلم من الظاهر بما فيها غزواته وصرايا الغزوة هي التي شارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم والسرية هي التي لم يشارك فيها صلى الله عليه وسلم إذن السيرة النبوية مجموع ما ورد إلينا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم أحداث وصفات صفاته الخلقية والخلقية وغزواته وصراياه صلى الله عليه وسلم هذه السيرة ما هي مصادرها إذن المصدر الأصلي الأول هو القرآن الكريم حيث توجد كثير من الصور والآيات في القرآن الكريم تحدثنا عن تفاصيل وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة الكرام عليهم ورضوان قال تعالى عوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصرة متى وقعت هذه الأحداث هذه الأحداث وقعت في السيرة اللبوية من الذي أخبرنا عنها وأكد وجودها القرآن الكريم إذن القرآن مصدر من مصادر السيرة مصدر أصل من مصادر السيرة إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاقت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون كل هذا السرد هو سرد لأحداث وقعت في السيرة النبوية في غزوة الخندق تأكيدا الغندق تأكيدا هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وبق إلى بقية الآيات الكريمة كل هذه الآيات الكريمة تحدثنا عن أحداث وقعت في السيرة النبوية الشريفة كيف تعلمناها؟ تعلمناها من القرآن الكريم مثال ما جاء في سورة الأنفال أن غزوة بضر قال تعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم متى وقعت هذه الأحداث وقعت هذه الأحداث في بداية غزوة بضر لما بدأ المشركون في الخروج جاء لهم الشيطان في سورة رجل معروف مشهور وقال لهم أنا أمنعكم أو أحمي ظهركم عليكم بالخروج لملاقات المسلمين كيف عرفنا أو كيف تأكدنا قبل نصوص السيرة ونصوص السنة النبوية إذن القرآن الكريم يؤكد هذا الكلام وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكس على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذن هناك طبعا هناك آيات أخرى أكثر إضاحا لهذا المثال من هذه الآية الكريمة وقد ألف بعض العلماء وكتاب السير كتبا في السيرة فقط من القرآن الكريم ومن أشهر الكتب كتاب سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم صور مقتبسة من القرآن الكريم كتبها الأستاذ محمد عزة هذا الكتاب كله أو كل الأحداث الموجودة فيه من القرآن الكريم وهو المصدر الأول كما قلنا للسيرة النبوية أيضا المصدر الثاني الكبير وهو السنة النبوية السنة النبوية أي الأحاديث النبوية الشريفة التي وصفت أقواله وصفاته وكلامه وغزواته وسيرةه وكل حياة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة الصحيح وإن كان المؤرخون لما يأخذون السيرة أو الكتاب السير يأخذون كل الأحاديث هناك في السيرة النبوية أحاديث صحيحة وضعيفة ويعني تختلف درجة صحتها ولذلك بعض العلماء كتبوا كتبا في السيرة النبوية واعتمدوا على الأحاديث الصحيحة فقط حتى يعني قلت كتبوا كتبا مثل كتاب أو كتب السيرة النبوية الصحيحة وللدكتور أكرم ضياء العمري والسيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية والسيرة النبوية لمحمد صوياني وصحيح السيرة النبوية لإبراهيم العلي وسبل السلام في سيرة خيري الأنام هذه كتب أو هذه نماذج لبعض الكتب التي أخذت وكتبت في السيرة النبوية احتمادا على صحيح السنة النبوية الأحاديث المتواطرة والأحاديث الصحيحة والتي تكون في درجة الحسن أيضا المصدر الثالث بعد القرآن الكريم وبعد السنة النبوية الشريفة روايات المؤرخين والإخباريين والتي تحتمد منهج المحدثين بصرامته بل قد يوجد فيها روايات لا تحتمد هذا المنهج طبعا المحدثون منهجهم صارم من حيث الجرح والتعديل وما إلى ذلك الأمور معروفة في علم المصطلح الحديث لكن المؤرخون لا يعتمدون هذا المنهج الصارم بل يقبلون روايات كثيرة تكون ضعيفة أو حسنة أو صحيحة مثل سيرة ابن إسحاق وسيرة ابن هشام وتاريخ ابن جرير الطبري رحمهم الله جميعا إذن هذه المصادر الثلاث القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وروايات المؤرخين وكتاب السير لماذا ندرس السيرة النبوية الفائدة الأولى من دراسة السيرة النبوية وأقول دراسة وليس قراءة يعني دراسة السيرة مرة ومرة وهكذا أولا فهم شخصية النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا النبي أرسل إلى البشر والغاية من إرساله إلى البشر هو الاقتداء به للنجاة كيف تقتدي برجل لا تعرفه ولا تفهم شخصيته إذن لما تدرس السيرة النبوية وترى الوقائع التي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم وكيف تصرف وكيف كان شعوره وأحاسيسه وأفعاله وردود أفعاله تعرف أو تفهم شخصية النبي صلى الله عليه وسلم كنبي وكرسول وتفهم شخصيته أيضا كإنسان محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم لماذا تفهم بغية الاقتداء بي صلى الله عليه وسلم لأنه هو النموذج التطبيقي الوحيد والأصيل الحقيقي أو الصالح مئة بالمئة نموذج التطبيق الحقيقي لإسلام في العقيدة وفي الشريعة وفي الأخلاق في العقيدة من حيث أمور الإيمان العقيدة وفي الشريعة من حيث الفقه وأحكام العبادات والمعاملات ومن حيث أخلاقه صلى الله عليه وسلم فلن تجد شخصا تقتدي به أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم وحشاء أن يكون هناك أفضل منه صلى الله عليه وسلم الفائد الأولى فهم شخصية النبي صلى الله عليه وسلم الدليل قال تعالى عوذي بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله الكثير قال أيضا لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحديد الفائدة الثانية بعد فهم شخصية نبي صلى الله عليه وسلم فهم القرآن الكريم هناك كثير من الآيات والصور لا تعلم تفسيرها ولا تستطيع فهمها إلا في ضوء ملابسات نزولها هذه الملابسات هي في حقيقة الأمر ضمن أحداث ضمن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى أن هناك علما يسمى علم أسباب النزول وهو من علوم القرآن الكريم علم أسباب النزول يبحث في الأحداث التي صاحبت نزول هذه الآيات وهذه الصور وحتى الأحاديث النبوية الشريفة أيضا لها مناسبات التي قيلت فيها تأخذ بعين الاحتمار كل هذا تجده بالسيرة فقط قال تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثقن في الأرض كيف تفهم أن يكون له أسرى ما المقصود بالأسرى للنبي هنا فرضا أن الشخص لا يعرف هذه الأحداث لا يعرف غزوة بضر ولا هذه الأحداث كيف يفهم هذه الصورة؟ لا بد من الرجوع إلى السيرة تقول يرجع إلى التفسير لكن التفسير من أين أخذ هذا الكلام؟ أخذه من حياة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي السيرة النبوية الشريفة حتى يثقن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد لاخله والله حزيز الحكي لو رجع الشخص إلى صورة بضر وقرأ التفاصيل أقصد غزوة بضر لو رجع إلى غزوة بضر وقرأها تفصيلا سوف يتعرف لماذا نزلت هذه الصورة أيضا قوله تعالى إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك والحر إن شانئك هو الأبطر لماذا أو سبب نزول هذه الصورة الكريمة؟ وهو أن الكفار كفار قريش نعته صلى الله عليه وسلم بالأبطر حشانه صلى الله عليه وسلم لما توفي ولده إبراهيم أعتقد ولذلك نزلت هذه الصورة إذن تعرف كيف تعرف بالرجوع إلى درست السيرة النبوية تعرف سبب نزول هذه الصورة أو الآية أيضا قوله سبحانه وتعالى تبت يد أبي لهب إلى آخر الصورة من هو أبو لهب؟ كفى هل هو من أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم القريبين أو البعيتين أو ليس من أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم طبعا الصورة مشهورة والإنسان مشهور لكن هذا للمثال فقط من هي حمالة الحطب؟ كل هذه الأمور تعرفها إذا كنت دارسا للسيرة النبوية وتظهر لك أنها أمور يعني معروفة لدى جميع الناس في حين أن الكثير لا يعرفون هذه التفاصيل بسبب عدم اتلاعهم على سيرة السيرة النبوية الشريفة ثالثا التعرف على جير الصحابة الكرم إذن أولا فهم شخصية النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا فهم القرآن الكريم بشكل جيد ثالثا فهم شخصية الصحابة أو التعرف على كثير من الصحابة للأسف الذين لا يعرفهم ربما نعرف خلفاء الراشدين وبعض الصحابة المشهورين كخالد بن الوليد رضي الله عنه وعمر بن العاص لكن كثير من الصحابة الذين كانت لهم بطولات وكانت لهم كرامات وكانت لهم معجزات لا نعرفه الذين صاحبوا صلى الله عليه وسلم وعاصروه وجاهدوا معه وكان لكل واحد النبي صلى الله عليه وسلم ميز كل واحد من هؤلاء الصحابة الكرام بميزة معروفة من كان منه في الجهاد كقائد ومن كان منه في السياسة كعمر بن العاص الذي كان قائدا سياسيا وقائدا عسكريا وكخالد الذي كان قائدا بارزا ويقل أن يوجد مثل حتى بعد كل هذه العصور وكمعاذ الذي كان في الحلل والحرام وكزيد أو مجموعة من الصحابة الذين كانوا اشتهروا بالقرآن الكريم والأحاديث كأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وكأبي ذر أيضا كرابع يجد الدعاة والمربون الدعاة عموما سواء كانوا علماء أو غير علماء أو كانوا أشخاص عادين في سيرته صلى الله عليه وسلم يعني نموذجا حيا كبيرا عظيما يبين الطرق والأساليب التي يجب اكتباعها من أجل النجاح في تربية من يربون ومن أجل أن يصلوا بهم إلى ما يريدون النموذج الأصلي موجود في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إذا ابتعدت عن هذا النموذج في التربية فإن المربى سوف يخرج عن ما تريد له ولذلك وجد كتب كثيرة تهتم بهذا المنهاج في تربية النشأ وتربية الناس طبقا لنموذج النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته منهم كتاب الكتاب المشهور لصاحبه مصطفى الصباعي كتاب المنهج الحرك للسيرة رحم الله الصباعي وغيره من العلماء الذين جاهدوا في كتابة هذه السيرة أيضا فائدة أخرى ويتحصيل قدر كبير وقدر نافع وكبير من المعارف الإسلامية لما تدرس السيرة النبوية سوف تتعلم كثير من الأحاديث سوف تقرأها مرارا سوف تبحث عنها وسوف تسمعها إن كنت تقرأ أو تسمع سوف تتعلم كثير من الأحاديث الصحيحة وسنة النبوية وسوف تتعلم شيئا من الفقه طبعا لأن الفقه كان أحداثا أيضا في حياتي صلى الله عليه وسلم تتعلم كثير من السياسة الشرعية والعقيدة والتفسير والعلم الاجتماع وأمور كثيرة تتعلمها إذا ما درست السيرة دراسة حقيقية أيضا من الفوائد المهمة في دراسة السيرة النبوية أنك تنسف كل الأباطيل والشبهات التي تثار حول الإسلام وحول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إما من طرف المستشرقين أو العلمانيين أو الشيعة فكل طائفة من هذه الطوائف وطوائف أخرى تجد لها ردا إذا ما درست السيرة النبوية الشريفة طبعا ليس وحدها لكن بالقرآن المستشر النبوية الشريفة مثلا شبهة التعدد تعدد الزوجات عنده صلى الله عليه وسلم شبهة انتشار الإسلام بالسيف الشبهة الكثيرة التي لا حصل علىها التي روجها الشيعة كيف ترد عن هذه الشبه؟ لن تستطيع الرد على هذه الشبه بل حتى ليس الرد فقط بل كيف تقتنع أو كيف تستطيع الإبتعاد عن هذه الشبه وردها عن نفسك أنت فقط أو عن قلبك فقط إذا درست الحقيقة ورجعت إلى السيرة النبوية تستطيع بكل بساطة رد هذه الشبه عن نفسك وعن قلبك وربما أن تفيد بها غيرك إذا ما درست السيرة النبوية الشريفة أخيرا الفهم الحقيقي للسيرة النبوية يساعد الأمة الإسلامية أو ليس أخير ما قبل أخير يساعد الأمة الإسلامية على تغلب التحديات التي توجوها الآن إذن الآن هذه الحالة حالة عصيبة عسيرة على المسلمين لو اقتدى المسلمون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأفكاره وبتصرفاته وبردود أفعاله وردود أفعاله لا خرج المسلمون من هذه الحالة العصيبة بكل سور لكنهم للأسف يذهبون شرقا وغربا ولا يبحثون عن اختداء به صلى الله عليه وسلم أخيرا النظر في سيرة الأنبياء عموما ومنهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الاعتبار بالأمم والأقوام السابقة طبعا السلف الصالح من الصحابة والتابعين وحتى من غيرهم أيضا لا بد من الاعتبار بهؤلاء احتبار بالذين آمنوا والاعتبار بالذين لم يؤمنوا كيف كانت نتيجته إذن النظر في سيرة الصحابة وفي سيرة الأنبياء عموما يعني يورث الإنسان نوعا من المعرفة ونوعا من ترسيخ العقيدة وتسكية الأنفس وتثبيت الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى قال تعالى قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين سيروا في الأمر قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين بالنسبة للمراجع والمنهجية المختارتان الكتاب الذي سوف نركز عليه هو كتاب الرحيق المختوم لصاحبه صفي الرحمن المبارك فوري رحمه الله حياة ومات بذنه سبحانه وتعالى طبعا لماذا هذا الكتاب لأن هذا الكتاب لقي القبول عند جمهرة العلماء جمهرة علماء المسلمين خاصة جمهرة علماء وكتاب السير ولقي القبول أيضا عند جمهرة أفراد الأمة الإسلامية أيضا لما فيه من فهو موجز فيه إيجاز لكن دون إخلال يعني الأحداث فيه موجزة لكن دون أن يخل بها أيضا يوجد فيه تفصيل لكن دون أن يطنب في هذا التفاصيل فهو كتاب يعني المرشح الأول لدراسة السير النبوية خاصة للمتخصصين ولغير المتخصصين وهناك كتاب آخر وهو التعليق على الرحيق المختوم يمكن أيضا الاستفادة منه في بعض الأمور هذا هو الكتاب الأساسي طبعا لا نغفل كتبا أخرى خاصة الأطاليس الإسلامية الأطاليس الإسلامية مثل أطلس سيرة لشوقي أبو خليل وأطلس التاريخ لسيرة الرسول دكتور مغلوث ولمعجم معالم الجغرافية هذا قليل يعني ما نحتاجه لكن في الغالب نحتاجه هذين الأطلسين طبعا وكتب أخرى كتب السنة كلها وكتب السيرة الكتب الكبيرة كما صادر يعني نحتاجها في بعض الحلقات الأخرى وبعض الحلقات أخرى عفوا يعني لا نرجع إليها بل نكتفي بالرحيق المخطوم كونه أو فعني وهو حتى يعني يرشدنا إلى المراجع الأخرى المنهجية المتبعة أيضا سنركز على سرد الأحداث بتفاصيلة لأنها هي المهمة ويجب تعلمها وأيضا نركز على استخلاص العبر والدروس من هذه الأحداث إذن كان هذا هو كانت هذه هي الحلقة الأولى من تسجيلات حلقات السيرة النبوية على صاحب أفضل الصلاة والسلام كان معكم أخوكم عبد الحميد مرابطة في هذه القناة التعليمية الهادفة التي أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيها وفي كل هذه المشاريع القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى وأن أجعلها في خالصة لوجه الكريم وأرجو من إخواني المتابعة وتقديم النص وتصحيح الأخطاء إن كانت هناك أخطاء وحتما الإنسان يعني في كثير منه يعني يخطئ كثير ولذلك أرجو من إخواني المعذرة إلى حلقة أخرى من الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته